مقامات الإيمان زي ما عرضها سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أول شيء تبدأ من الإسلام والإسلام أعمال جوارح أعمال جوارح تشهد لا إله إلا الله إقامة الصلاة تصوم رمضان تحجي البيت تعطي الزكاة كلها أعمال جوارح أرقع من الإسلام درجة الإيمان الإيمان أعمال قلبية الأعمال القلبية أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره الإسلام أركان خمسة الإيمان أركان ستة طيب إيش اللي أعلم من الإسلام والإيمان الإحسان وهذا درجات القرب تدخل وين في الدائرة الخطيرة هذه في الإحسان إيش الإحسان يقول لك أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك إيش الإحسان هذا الإحسان لما ربنا سبحانه وتعالى يقولنا إن المتقين في جنات وعيون مين هدول يا رب آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين طيب إيش صفاتهم يا رب يقول لك كانوا قليلا من الليل ما يهجعون يا سلاح هدول مش عندهم خمس فرائض عندهم ستة ها إذا الناس بيكتفوا بالخمسة تبعون الإسلام والإيمان هدول بيعتبروا كأنه قيام الليل هده فريضة عندهم كانوا قليلا من الليل ما يهجعون الفرشة شوك مش عارف نام وبالأسحار هم يستغفرون ها مش هيك باس إذا الناس بتتصور قضية الزكاة هده فريضة هدول في مقام الإحسان بتتصوروا الصدقة في مقام الفريضة ها كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم يعني يتميز المقربون بأعمالهم بمقامات الإحسان مقامات الإحسان أم أحيانا يتميزوا بعطاء الله لهم هو كيش إيش اللي وصلهم للعطاء لما كانوا أهلا لهذا العطاء وهو في الحديث يا جبريل أقم المحب هذا اللي بقول أنا بحبك يا رب صحولنا يا عقيام الليل نشوف وضعه كيف صادق في دعواه ولا بس هيك شعار لسان مفصول عن قلب طيب بدنا نصحيه طيب يا رب هذا اللي له سنين شغال فيه العبادة وبذل جهده وأخلص قال له أقم المحب وأنم المحبوب هذا طمأنهنا له خلاص يعني أعتقناه لأنه اشتغل شغل يعني ثبت لدينا أنه مخلص لنا تجاوز مرحلة المخلص وأصبح مخلصا لنا إحنا خلاص اصطفناه واجتبيناه رايحوه شويه تصدقوا عليه يعني في مرحلة العطاء الإلهي هلقيت هو بياخد زي ما قال سيدنا سفيان عذبت نفسي بالصلاة عشرين سنة قيام الليل ثم تلذذت بها عشرين بعد المكابدة والتعب والصدق الروحة والجي جوزت العقبة هذه صارت هذه متعة صرت أتذوق إيش معنات إني أخاطب الله إيش أنا في حضرة الله سبحانه وتعالى إيش إنه أنا لي دعوة مستجابة عند الله كيف النبي صلى الله عليه وسلم كانت بقول أمنا عائشة كان يرى الرؤية مثل فلق الصبح اللي بيشوفه في الليل قدام الصبحيات كل اللي شافوا في الليل يقول لهم شفتوا الليلة هذا في المناهب كل هذا يعني ربنا سبحانه وتعالى فرجاني وحي تسير أنت الشفافية العالية هذه كل الكثافات والغطاءات والحجب هذه كلها راحت ولذلك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أن الشياطين تحوم على قلب ابن آدم لنظر فرأى ملكوت الله مش ربنا قال لإبراهيم وكذلك نوري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين ارتفعت كل القصص هذه من الحجب وهذه الدرجات يا سيد عماد بدها نوع من المجاهدة الطويلة نوع من المجاهدة الخواطر والألقيات الإبليسية والشبهات والشهوات هي حواجب لك في الطريق عن الوصول والأنس بالله سبحانه وتعالى لابد دائما أن تستشعر معنى قضية القرب هذه فإني قريب من خلال صدق المناجاة صدق الرحلة إلى الله سبحانه وتعالى صدق العطاء إذاة صوت القدس صوت حر لشعب حر